اثر عاشوراء على موسى عليه السلام كيف كان انه الان هو يرعى امه يقود بني اسرائيل وبنوا اسرائيل في الاستضعاف بنوا اسرائيل في المذابح بنوا اسرائيل كانوا خرص يذبح ابناؤهم وتستحيى نساؤهم يأخذون للسخرة وللعمل غاية الذل متسلط عليهم هذا الفرعون هذا وقومه وموسى يحاول يعني هو كان يبشر قومه وهم يقولون اذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ايهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض ويبث فيهم الامل ومعهم يقولون لا لا ما في فائدة فلما اتخذ موسى وهارون لقومهما بمصر بيوتا وجعلوها قبلة وصلاة وفما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون ولأي أن يفتنهم وفي وسط طبعا هذه المذابح وهذه يعني المصائب العظيمة يأمر الله موسى وبني إسرائيل أن يخرجوا من البلد ويعرف فرعون ويلحقهم ويأتي إلى البحر وقال من مع موسى إننا مدركون قال كلا وافق بإيماني إن معي ربي سيهدين واضرب بعصاك البحر وانفلق البحر واترك البحر رهوا وأيبس الله الممر وعبر بني إسرائيل وتم الإغراء والخدعة الإلهية لفرعون وعبره وانطبق البحر وغرقوا وقد نجى موسى ومعه إلى الجانب الآخر وهم ينظرون إلى هلاك فرعون هذا المشهد يعني هذه النهاية لهذه القصة طبعا موسى عليه السلام عاش تاريخين تاريخ مع بني فرعون حتى أهلك والله وقومه ومع بني إسرائيل بعدما نجوا إلى صحراء الته فأليس من الطبيعي أن موسى عليه السلام يعظم هذا اليوم صامه شكرا لله على نعمة النجاح وطبعا اليهود صاموا تبعا لموسى والنبي عليه الصلاة والسلام ما رضي أن يتركه لهم وبعدين ترى حتى أهل الجاهلية كانوا يعظمونها حتى قالت عائشة رضي الله عنها قريشا كانت تصوم يوم عاشراء في الجاهلية كما جاء في الصحيحين وحتى كانوا يسترون فيه الكعبة قالت عائشة كان عاشراء يوما تستر فيه الكعبة والنبي عليه الصلاة والسلام عظمه بماذا بصيامه لله وأمر المسلمين بصيامه